في الحقيقة انا جربتها باللبن المعلب وما نجحتش معايا يعني ضروري اللبن اللي هتستخدميه يكون لبن بلدي ويكون كمان كامل الدسم ارفعه على النار علشان يغلي وبعد ما يغلي سبيه يبرد ما يبردش قوي يعني يبقى دافي كده زي دمع العين انا احفظك يا امي هي اللي توصف الحاجة الدافية منها زي دمع العين بصي انا مشلتش الوش من علي علشان عايزة عاملها كاملة الدسم ببدي احطي معلقة واحدة من السكر بتودي الطعم في حدة تانية وتحس ان شالت المزازة اللي بتبقى موجودة في الزباجي دويبي معلقة السكر كويس قوي وابداء هاتي بقى قلبة من الزباجي كانت موجودة عندي من الاول يعني كل ما تعملي زباجي سيبي واحدة لتاني يوم تبقى هيا جيل خميرة كباية الزباجي الصغيرة حطيت عليها اربع معالق من اللبن الدافي اللي انا لسه مدوبة قدامكم بمعلقة السكر انا ضربتها كده بالمضرب اليدوي علشان اضمن ان هي ما يبقاش فيها اي تكتلات وقلبيها مع كمية اللبن اللي فضلة شوفي بقى هما بيحبوا ياكلوا الزباجي في ايه كل واحد بالكباية بتاعته اللي هو بيحبها ادى يحطي كده الكمية اللي عندك بصي عملت معايا كمية حلوة قوي يعني كيلو اللبن هيدي معاكي كمية ما شاء الله قدت التخمير من 6 ل 8 ساعات طبعا بتحطي صنية ألمونيا وفيها نقطة تخلى علشان ما تسودش وتحطي مية سخنة وبدي احطي الكبايات بتاعت الزباجي واضغطيها بفوطة الصينية ديت في مكان دافي يعني مثلا في فرن البتاجاز بعد ما تكوني بشغلاء او الميكرويف المهم ان بصي بعد 8 ساعات هتحطيها في التلاجة حوالي ساعة هتطلع معاكي ما شاء الله متماسكة زي ما انت شايفة كده انا قلبت قدامك الطبق الزباجي لا تقلبت ولا اي حاجة ده دليل على ان النتيجة طلعت نجحة معايا وبصي طلع كريمي معايا ازاي ما شاء الله ووش اللبن كمان اعطيها ده سامة كل سنة وانتوا طيبين ورمضان مبارك علينا كلنا